اهلا بكم مشاهدين الكرام الى هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص يصادف السابع عشر من فبراير ذكرى الثورة الليبية التي اطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011 ويحيي الليبيون هذه السنة ذكرى السابع لثورتهم التي ارادوها ثورة على الظلم والاستبداد وبداية لعهد جديد يبنو فيه دولة القانون والمؤسسات ويحقق به امال وتطلعات ابناء الشعب الليبي لكن الرياح جرت بما لا تشتهي سفون الليبيين فغرقت البلاد في انقسام حاد واقتتال بين فرقاء الوطن الواحد وفي ذكرى ثورة السابع عشر من فبراير يجد المراقب للمشهد الليبي نفسه امام اسئلة ملحة متعلقة بما حققه الليبيون بعد ثورتهم وسبول اخراج البلاد من الازمات السياسية والامنية والاقتصادية التي تعيشها للحديث عن هذا الموضوع يسرنا نستضيفه رئيس حزب العدالة والبناء الليبي الأستاذ محمد صوان أهلا بك أستاذ محمد أهلا وسهلا وسهلا لو بدأنا بقراءة لتطورات المشهد الليبي العالم العربي والإسلامي الذي يراقب ما يجري في ليبيا يراقب ما يجري بكل أسف هل هذه ليبيا التي خرج من أجلها الليبيون في السابع عشر من فبراير عام 2011 وقدموا كل هذه التضحيات ليروا هذه النتيجة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أولا تحية لك يا سيد محمد وأشكرك على هذه الاستضافة وتحية لجمهور قناتكم الكريم في أي مكان كما ذكرت الشعب الليبي قدم نموج لتورة أبهرت لكثير من المراقبين في التضحيات وكانت تطلعات الشعب الليبي هو التخلص من الاستبداد ربما اللي جثم على الليبيين كأكثر حقبة في المنطقة تقريبا حكم القدافي 43 سنة كانت انطلاقة التورة الليبيين سلمية وقبلها في تونس أيضا لكن ربما العالم تابع خطابات القدافي النارية في الأيام الأولى وأنه رفض الرضوخ لأي توافق أو أي حل سلمي وبالتالي فرضت على الليبيين عسكرة ثورة ليبيا كانت ترسانة أسلحة وربما كانت هناك تطلعات للقدافي للتوسع في إفريقيا في فترة التمانينات لكن ربما بعض الدول اللي كان عندها تدخل في إفريقيا حجمت من دور القدافي وبالتالي بقت ترسانات الأسلحة هذه مخزنة في ليبيا وبالتالي عندما تم عسكرة الدولة أو عسكرة التاور عفوا فتحت مخازن السلاح والآن بعض الإحصائيات تقول أن في ليبيا 22 مليون قطعة سلاح أيضا نقطة أخرى أن ليبيا حسب منظومة القدافي لا يوجد بها جيش تقليدي القدافي بعد التسعينات وبعد أن حجمت طموحاتها في التوسع في إفريقيا فكك المنظومة العسكرية التقليدية وحولها إلى كتائب أمنية وحتى أن عندنا مثل في ليبيا يقولوا أن الجيش الليبي هو الهرم المقلوب بمعنى عندنا عشرات الألاف من الضباط عشرات الألاف من الرتب الكبيرة في الضباط وعندنا مئات من الجنود عما البقية هم كتائب للأمن أيضا لا نستطيع أن نفكك ونفهم المشهد الليبي إلا باستدعاء جملة من العوامل بعضها تعلق بالداخل مثل فترة الأربعين سنة والقمع والاستبداد والمستوى الثقافي وعدم وجود أي تجربة سياسية في ليبيا أيضا انتشار السلاح لكن لا يمكن أن نهمل التوازنات الدولية وتغير موزين القوى بالإضافة للتدخلات الإقليمية بالإضافة إلى ما حصل في ما يمكن أو ما استطلح أن نسميه الربيع العربي وشوفنا نحن ما حصل في سوريا ما حصل في اليمن ما حصل في مصر هذه الانكسارات ليمكن تفسير ما يجري في ليبيا بمعزل عن هذه العوامل كلها وبالتالي ليبيا جزء من المشهد الموجود في المنطقة نعم فنستطيع أن نقول بسرعة أن ليبيا على الرغم من وجود السلاح وعلى الرغم من كل شيء استطاع الليبيون أن ينجزوا أول انتخابات حرة ونزيهة وشفافة التي هي نتج عنها المؤتمر الوطني الآن نعم ونستطيع أن نقول أن العربة قد وضعت على السكة وبدأت عجلة العملية السياسية تتحرك بطريقة حتى وإن كان فيها بعض الارتباك لكن صريقة متعثرة ألا تعتقد أن هناك ربما الكثير من الليبيين يتمنون عودة حقبة القذافي هو الحقيقة الشعوب للمنطقة التي صارت فيها تغييرات للأسف كأن هناك أقدار أو هناك من يدفع في هذا الاتجاه وهو اتجاه معاقبة هذه الشعوب على الانتفاضة ضد الاستبداد فالشعوب هذه وقعت بين خيارين إما خيار البقاء تحت سياسة القطيع والظلم والاستبداد مع الحد الأدنى من الحياة والخدمات أو حالة الصراع اللي موجودة الآن وكأنه لا يوجد حل ثالث يعبر على أمال الشعوب يعني الشعوب انطلقت لتريد دولة ديمقراطية دولة حرية دولة مؤسسات لكن للأسف المعوقات التي وضعت أمام ثورات الربيع العربي في تقدير الخاص هناك من يدفع في هذا الاتجاه هناك منظومة دولية لا تريد أي دولة في المنطقة تملك إرادتها هم يريدون ديمقراطية مفصلة تفصيل حد أدنى من الديمقراطية حد أدنى من الغداء حد أدنى من الخدمات حتى لا تحول شعوب المنطقة إلى يعني طورة ضد كراهية الغرب والحضارة الغربية لكن أنت تعلم أن هذه الأشياء اللي يمكن التحكم فيها بالجرعات يعني الدفع باتجاه نجاح ثورات الربيع العربي في البداية كان فيه تقديري فعل عفوي وكان فيه بعض الترحيب أو السكوت والبعض كان يتخيل أنه يستطيع أن يتحكم في الجرعة لكن للأسف ما حصل في مصر وما حصل في خيارات الشعوب أثبتت أن التيارات التي ربما ستتقدم هي التيارات التي لا تقع في المربع المرضي عنها أنتم كحزب عدالة وبناء أحد هذه التيارات الإسلامية في ليبيا بعد سبع سنوات من هذه الثورة أين موقع حزب العدالة والبناء في ليبيا؟ حزب العدالة والبناء شارك في الانتخابات الأولى وحقق الترتيب الثاني في الانتخابات في البرلمان أو المؤتمر الوطني الذي حقق المرتبة الأولى هو تحالف القوى الوطنية وهو مجموعة أحزاب ومؤسسات عملوا ما يسمى بالتحالف ودخلوا الانتخابات حزب العدالة والبناء استطاع خلال السبع سنوات هذه على الرغم من مرارة الحياة وعلى الرغم من صعوبة العمل السياسي ربما استطاع كحزب وحيد أن يحافظ على كيانة وعلى وجوده وعلى مشاركته في العملية السياسية رغم ضعفها حتى الآن فحزب العدالة والبناء كان الكتلة الثانية في البرلمان وإلى الآن موجود في العملية السياسية حتى بعد اتفاق الصخيرات هو طرف مشارك في اتفاق الصخيرات وهو داعم لهذا الحل السياسي وهذا الاتفاق الذي ربما نتكلم عليه دافيه فرصة بعدين فحزب العدالة والبناء حزب موجود ومشارك في كل المستويات في العملية السياسية نحن نعتقد أن هناك مقاومة للتغيير هناك ما يمكن أن بعض الناس يسميها طورة مضادة حزب العدالة والبناء طيلة السبع سنوات كان حريص على استمرار العملية السياسية الديمقراطية ولو في حدها الأدنى وأنا أزعم أن حزب العدالة والبناء استطاع أن يكون تيار وسطي توافقي يقبل به كل الأطراف في ليبيا أو يقبل التعامل معه أنا أقول يقبل به بمعنى القبول والرضا لكن يعني هو موجود في المشهد السياسي وفاعل أساسي في المشهد السياسي الليبي اتفاق سخيرات هو اتفاق سياسي وقعوا الفرقاء الليبيون في مدينة السخيرات المغربية قبل أكثر ربما من سنتين هل ما زال هذا الاتفاق صالحا لتنظيم الحياة السياسية في ليبيا؟ الحقيقة ربما للإجابة على هذا السؤال دائما لابد أن نستدعي الظروف الموضوعية في ليبيا يعني أحيانا أنا نقيم ما وصل إليه الاتفاق السياسي ربما التقييم قد يكون ضعيف لكن لو استدعينا المسارات اللي ممكن كانت تنزلق إليها الظروف في ليبيا ربما نستطيع أن نقول أن الاتفاق السياسي جنب ليبيا أن تسير في المسار اليمني أو السوري لا سمح الله وبالاتفاق السياسي تحول الصراع من البندقية إلى طاولة الحوار صحيح لم يعني ينفذ اتفاق السخيرات حتى الآن بالشكل الصحيح بعض الأطراف ما زالت تعرقل لكن إذا استدعينا السيناريوات اللي كانت متوقعة أن تنجر إليها ليبيا ربما نستطيع أن نقيم اتفاق السخيرات أنه ساعد على خروج ليبيا من مأزم كبير جدا كان أفضل الممكن نعم كان أفضل الممكن بكل تأكيد نهاية شهر ديسمبر الماضي قلتم أنه يجب الاستفتاء على الدستور أولا ثم إجراء الانتخابات ربما ردا على دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بأنه سوف تجري انتخابات في ليبيا نهاية عام 2018 لماذا يجب برأيكم الاستفتاء على الدستور أولا؟ دعني في عجالة نعطيك تصور للمشهد الليبي الآن المشهد الليبي بعد إجراء انتخابات البرلمان الأخيرة حصل انقساب نتيجة أن هذا البرلمان اللي تم انتخابه نقل إلى مدينة طبرق وهي قريبة من قاعدة عسكرية مسيطرة عليها الجنرال المتقاعد حفتر وكل من تابع شاف أن سيد حفتر خرج على الإعلام في قناة العربية وأعلن انقلاب بتجميد الإعلان الدستوري والسيطرة على المؤسسات ومن تلك الفترة بدأت الارتداد الأولى والعسكرة أو صراع المسلح انطلقت عملية ما يسمى بعملية فجر ليبيا في المنطقة الغربية في طرابلس للقضاء على كل من هو مناوي أو متعاون مع حفتر على خوف أن حفتر سيسيطر على العاصمة وتمركز حفتر في المنطقة الشرقية وأطلق عملية الكرامة تحت شعار محاربة الإرهاب اللي فعلا كان موجود في مدينة بنغازي كان هناك تفجيرات هناك إرهاب من هنا أصبح البرلمان تحت حفتر وأصبح المؤتدر الوطني موجود في طرابلس فكرة الاتفاق السياسي أنه أصبح فيه انقسام في المشهد السياسي هناك جسم تشريعي في الشرق جسم تشريعي في الغرب حكومة المحكمة الدستورية في ليبيا بإبطال البرلمان المجتمع الدولي عندما رأى هذا الاتفاق اللي هو استمر سنتين اللي حضرتك تحدثت عليه واللي توج باتفاق توقيع الاتفاق 17-2 بالسخيرات يقضي بإيجاد مقاربة تنهي هذا الانقسام هذه المقاربة تقوم على أن هناك ثلاث أجسام البرلمان كجسم تشريعي يبقى المؤتد الوطني يتحول إلى المجلس الأعلى للدولة كجسم أعلى استشاري يشارك في بعض المهام التشريعية وحكومة الوفاق المجلس الرئاسي كنا نعول على أن الجميع يمتثل لهذا الاتفاق السياسي ومجلس الأمن أصدر قرارات متتالية بأنه لا حل إلا الاتفاق السياسي والحدي للأسف أن البرلمان في طبرق لم يفي بالتزاماته وأبقى الحكومة الانتقالية اللي كان شكلها قبل الاتفاق وأبقى المؤسسات الأخرى رغم أنه استمد شرعيته من الاتفاق السياسي رغم أنه استمد شرعيته من الاتفاق السياسي وهنا لوم كبير وعلامة استفهام على سلوك المجتمع الدولي في أنه لم يلزم البرلمان بالالتزام الكامل بالاتفاق السياسي وهذا ما جعل علامات الاستفهام عند الشعب الليبي من موقف المجتمع الدولي اللي لازال يسمح بهذا الاخترام الدستور نعم لا استفتاء على الدستور ماذا سيغير لجنة صياغة الدستور هذه لجنة تعمل لها أكثر من سنتين وهي لجنة منتخبة من الشعب الليبي ولها إشكالياتها ولكنها استطاعت في الأخير أنها تتوافق على دستور وهذا ما رحب به تقريبا جموع الشعب الليبي نحن دعونا وكثير من الليبيين الآن يدعو إلى ضرورة الاستفتاء على الدستور لأن نحن الآن تقريبا بعد التورة خلال السبع سنوات هذه المرحلة الانتقالية الرابعة لو أننا لم نستفتع الدستور فنحن إلى الآن نتمسك أنه مدام العملية السياسية مرتبكة وهناك انقسام فلا حل لهذا الانقسام مدام عندنا دستور كليبيين جاهز الحل الأقلاني والصحيح أن المجتمع الدولي يساعد الليبيين في الدفع باتجاه الاستفتاء على هذا الدستور وتجرى انتخابات عامة في ليبيا على دستور دائم ينهي هذه الأجسام ويخرجنا الجسم واحد لكن تظل إشكاليات أمنية تظل إشكاليات الانقسام هذه هي العقبات اللي تواجه أيضا هناك بعض الأطراف اللي هي مستفيدة من استمرار الفوضى ولا تريد إنهاء هذا الانقسام تستخدم في بعض الحياة للطعن في الدستور ولا تريد أن تنساق للانتخابات وفقا للدستور بل الآن العمل على إجراء انتخابات وفقا لمرحة الانتخالية أخرى وهذا أمر ليس في صالح استقرار ليبيا إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات بتقديرك هل هي فكرة ستلقى قبولا لدى القوى السياسية الليبية وربما القوى الإقليمية الدائمة لها لا شك أن القوى على المستوى الأفقي بمعنى مؤسسة المجتمع المدني والنخب والمثقفين وشرائح المجتمع أكاد أجزم أن الأغلبية تدفع باتجاه الاستفتاء على الدستور لكن بعض التيارات السياسية وبعض أطراف الصراع واللي الحقيقة للأسف سلوكها مؤترة على المشهد السياسي لا ترغب في الاستفتاء على الدستور وتدفع باتجاه إطالة أمد المراحل الانتقالية لأسباب ودرائع يعني ربما يصعب تفصيلها لكنها غير حقيقية فيما تعلق بمسألة مشاركة رجال النظام القديم نظام القذافي في الحياة السياسية هل تمانعون ذلك؟ نحن ربما أكبر القوى السياسية التي كنا ولازلنا نتحدث على دولة المؤسسات والقانون ونقول أن رجال نظام السابق هم ليبيون لهم كافة الحقوق ومن حقهم يشاركوا في كل الاستحقاقات وليس لدينا تحفظ على أي مشاركة والفصل في التعامل مع رجال نظام السابق هو القضاء حتى لو كان سيف الإسلام القذافي القضاء هو من يحكم على هؤلاء سيف الإسلام القذافي مطلوب للجنيات الدولية ومطلوب في قضايا أخرى لقضايا داخلية وبالتالي نحن نقول من يبرئه القضاء من حق أنه يمارس حقوق السياسية كمواطن لبي مهما كان هذا ينقلون الحديث عن الجانب الأمني بالحديث عن الجنيات الدولية أيضا الضابط محمود الورفل يتابع لعمليات الكرامة مطلوب أيضا للجنيات الدولية وضع أمني متدهور في كل ليبيا شرقا وغربا وربما من المطالب الأساسية للليبيين وحفظ الأمن هذا مفقود اليوم لماذا هذا الانفلات الأمني بعد سبع سنوات من الثورة في كل ليبيا عموما لا شك أن الظاهرة التي يمكن أن يلاحظها كل من يزور ليبيا هو ظاهرة الانفلات الأمني والحقيقة موضوع الانفلات الأمني ليس بالشكل الذي يظهر في الإعلام وأنا ربما نعيد على المستوى الأفقي يعني أمن المواطن العادي وليطلع ويتنزه ويجلس في المقاهي والمطاعم ويتفسح يعني طرابلس ومصراته والمدن هذه مثلها مثل أي مدينة أخرى لكن على المستوى الرأسي بمعنى القضايا السياسية القضايا المنافذ الرسمية للدولة السيطرة على المؤسسات الكبرى على كذا هذه الحقيقة فيها إشكالية كبيرة وهناك صراعات من مجموعات مسلحة وهذه المجموعات المسلحة أصبحت تمتلك قوة وتستند في شرعيتها على الدولة يعني الآن كل المجموعات المسلحة يعني نقولها بكل صراحة لا يوجد في ليبيا جيش تقليل لا عند حفتر اللي يدي عنده عنده جيش ولا في المنطقة الغربية ولا الجنوبية لا يوجد جيش اللي موجودة الآن هم مجموعات مسلحة تأخذ مرتباتها من الدولة ورسميا هي تتبع وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع ولكن الانتماء ليس فردي لهذه المؤسسات وهذا إلى الآن ما فشلت كل الحكومات في إعادة تدوير هذه المجموعات المسلحة بحيث أن يكون انتماءها فردي للمؤسسات ويتم استيعابها في مؤسسات الدولة وطبعا هذا بسبب تعاقب الحكومات الضعيفة التي لم يكن لديها مشروع وبسبب بعض التدخلات الخارجية وأطراف الصراع في الشرق الليبي تسيطر عملية الكرامة التي قامت أصلا بهدف ضبط الأمن وقف التفجيرات وقف الاغتيالات وقف الانفيلات الأمني لكن حتى الآن الانفجارات ربما ما زالت مستمرة الاغتيالات هل أخفقت عملية الكرامة في تحقيق أهدافها برأيك؟ هذا أمر لا يحتاج إلى تحليل ويحتاج إلى بيان خاصة خلال الست أشهر الأخيرة خلال الست أشهر الأخيرة تقريبا كل حتى المنظرين والمثقفين اللي كانوا ربما يتأملوا في أن مشروع الكرامة يكون نواء لبعد جيش ولكن الحقيقة الست أشهر الأخيرة أتبتت بما لا يدع مجالا للشك أن عملية الكرامة تقوم على مجموعات وميليشيات ولا تختلف على باقي الميليشيات الأخرى والانتهاكات اللي ذكرتها حضرتك واللي نفدت في وسط مدينة بانغازي وهي عاصمة الشرق وهي اللي تقع تحت سيطرة عملية الكرامة والسيد حفتر هذه الاغتيالات والتصفيات اللي تتم على مرأة ومسمع من الناس كلها تدل على أن هناك انفلات ولا توجد سيطرة لا لحفتر ولا لغير على المنطقة الشرقية السيطرة هي للمجموعات المسلحة وهذا أمر أصبح تقريبا واضح لكن القوات التابعة لعمليات الكرامة تقتص كما شاهدنا من مرتكبي هذه التفجيرات أليست إجراءات كافية هذه؟ هذا الأمر غير صحيح لأن التفجير وقع أمس والفاعل مجهول وهؤلاء الذين تم إعدامهم أخرجوا من السجن موقوفين من فترة طويلة وبالتالي لا يوجد حكم ولا يوجد قضاء ولا يوجد مجرد أن وحتى حفتر نفسه اعترف بأن هذه التصفيات خارج القانون وبالتالي هو انفلات أمني ومجموعات مسلحة وصفي حسابات مع بعض فيما تبقى من دقائق ماذا تقول للليبيين؟ هناك كثير من الليبيين فقدوا الأمل من هذه القوى الموجودة من القوى السياسية فقدوا الأمل في تحقيق ربما الأمن والاستقرار في هذا البلد الغني حقا ماذا تقول لهؤلاء؟ ربما في عجالة أولا التغيرات الكبرى تحتاج إلى زمن كافي وما يحدث في المنطقة وليس في ليبيا هو جزء من تغيرات كبرى لا شك أنها تحتاج وقت حتى تستقر النقطة الثانية للليبيين أن الفرصة الآن أمامهم في الإصرار على الاستفتاء على الدستور أن يتفقوا جميعا وأن يمارسوا كل وسائل الضغط على أن البعثة الأمم المتحدة إذا تريد أن تساعد الشعب الليبي أن تضغط على كل الإطراف باعتبار أن مشروع الدستور جاهز ويتم الاستفتاء عليه وإجراء انتخابات وكنس هذه الأجسام اللي أصبحت فاقدة كلها للشرعية والاتفاق على جسم جديد يجمع الليبيين وأنت تعلم أن كما ذكرت حضرتك أن ليبيا يمكن الدولة أو من أكثر الدول اللي فيها انسجام في توكوينتها الاجتماعية وظروف اقتصادية مناسبة تصلح لأن تنهض بسرعة على أمل ذلك في هذه الذكرى وكل عام وأنتم بخير والليبيين جميعا بخير رئيس حزب العدالة والبناء الليبي الأستاذ محمد صوان شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة شكرا لك أستاذ محمد شكرا لك شكرا منصول لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة وإلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم